صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا ليتنا ثم يا ليتنا أن كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم ذاك المنال وأن ذلك يحصل يا غريب كربنا يا أبو علي يا مظلوم يا عطشان يا محزوز الوريد يا مظلوم يا ليتنا كنا لك الفدا وقل الفدا كلما تعذلني زدت نحيبا يا خليلي إن ذكرت حبيبا يا حبيب القلوب رزعك مهما ذكرته الراثون شق القلوب يا وحيدا حاميت دون وحيد حيث لا ناصر يرى أو مجيبا يا أبعت نفسا نفيسة فاشتراها بارئ النفس منك والربح طوبا إن صرت حسينا غير عجيبا أكيد غير عجيبا إن تخلفت عنه كان عجيبا يا وزير الحسين حزت مقاما كل أن يزاد عرفا وطيبا كم عن الصبط قد كشفت كروبا بعدما لاقيت يا حبيب كروبا إن يوم أصبت فيه ليوما فيه طافا فيه طاها والمرتضى قد أصيب آيا مصابا أصاب قلبا حسين أي قلب لذكره لن يذوب آتنا والحبيب العلام من كف الشفية وهزى بيمين وقال طابت للمني عايف حياتي والوطن لجلك يا صندي تشهد صناديد الحروب عند الحروب موت بمعز ولا نعيش بطاعتي يا ابن الرسول وطاعتك فرضا عنه والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوا وذروا عظامي بالهوى وتال انشروني سبعين مرة هالفعل يجري والله يا ابو السجاد ما فارق جماله وروحي ومالي والأهال كلهم في داله بعد بعد كل شيعتك تفنى ولا تفنى عيالك مرة أخرى مع حبيب نبايع مولانا صاحب العصر والزمان نبايع الإمام الحسين انه لو رفعت لنا الراية واعطيتنا ما تنازلنا عنك يا مولانا يا صاحب الزمان ما تنازلنا عنك يا أبا عبد الله هذا القسم بلسان حبيب ونردد مع حبيب والله يا ابن بنت النبي لو قطعه بالسيف والخط والنار حر والذر وعظامي بالهوى وتالي سبعين مرة هالفعل يجري شنه شنه والله يا ابو السجاد ما فارق جمع بعد روحي ومالي والأهل كلهم بارك الله روحي ومالي والأهل كلهم بعد كل شيعة اكتفنا ولا تفنى عيالا لكن لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام القلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله تعالى في كتابه الحكيم حكيم بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معابيرا صدق الله العلي العظيم نوروا مجالسكم في الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على العمد وأقاري محمد اللهم صلي على العمد وأقاري محمد الله صلي على العمد هذه العية فيها حقيقة واضحة وجلية وهو تقرير من الله لحقيقة الإنسان الله الخالق لهذا الإنسان والذي زوده العقل والنفس والهوى والرغبات وكل شيء من أجل أن يتكامل في هذه الدنيا قال إن بل الإنسان على نفسه بصيرة أي أن الإنسان هو أعلم ماذا يفعل حتى لو تظاهر بخلاف الواقع ولو ألقى معاذيرا وهنا إشارة مهمة في الطبيعة البشرية وهي أن الإنسان في تصرفاته التي يتصرفها هناك شيء في داخله الله أعطاه إياه من أجل أن يصحح مسيرته ما هو هذا الشيء؟ هو الضمير هذا الضمير الله أعطاه الإنسان من أجل أن يكون واعظا له في نفسه وقد وردت الرواية من لم يكن له واعظا في نفسه فلا واعظا له إذا ما يكون الحركة ذاتية في الإنسان ما لا قيم أي حركة أخرى لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إذن الحركة الأولية هو حركة الإنسان من نفسه ولأن الإنسان يوجد فيه ما يوخز الضمير فيحاول أن يسكت ذلك الضمير بوسائل عدة وهو إلقاء المعاذير ونحن إذا تعملنا الناس على الطبقات الموجودة يمكن أن نصور الناس إلى طبقات عدة ولكن من أهم هذه الطبقات خمس فئات أو أربع الفئة الأولى هي الفئة التبريرية الفكر التبريري التي تطرقت إليه الآية وهو أن يوجد الإنسان بفعل فيبرر لنفسه ذلك الفعل بأي طريقة كانت وملامح هذا الفكر ملامح هذه الفئة أنه يبرر لنفسه المعاصي مثلا أو فعل معين يقلب الموازين بالاضطرار مثلا يقول أنا مضطر لهذا الفعل وبما أني مضطر يجوز لي أن أفعل أنا مضطر أن أقاتل الحسين لأن ابن زياد إذا لم أقاتل سيقتلني وهذا شعار من شعار أهل الكوفة بعض الناس خرجوا بعنوان الإضطرار وهذا العنوان عنوان فضفاض بعض الناس يتصرف تصرف غريب به مرة من المرات في منطقة من المناطق جاءني شخص قال لي مولانا أنا أضطر لكشف على النساء وفي مثل هذه البلاد يعرضن أنفسهن علي وأنا أعزب فأضطر أن أجاوبهم يعني أعيش معهم أفعل الزنا والعياذ بالله فهل هذا محرم علي لأني مضطر قلت له ما شاء الله أي دين هذا الذي تتكلم به قال قالوا لي أصحابي بما أنك مضطر رفع عن الإنسان مضطرر إليه قلنا إذا كان هذه القضية ضاع الدين الدين صار بتعبيرنا هوى كل إنسان يبرر لنفسه الفعل والعياذ بالله بعنوان شنو الإضطرار وهذا من أجل إخماد ضمير البشر وهو أن يكون فعله فعلا تبريريا إلى أمر الآخر من ملامح هذه الفعة المبررة هي الخذلان وهؤلاء يخذلون عن نصرة الحق بمبررات واهية يعني كما قالت زينب سلام الله عليها لأخيها الحسين أو اختبرت أصحابك أخاف أن يسلموك عندا واثبه كما فعلوا بمسلم صلوات الله عليه خذلوه وعنوان الخذلان كما ذكرنا سابقا يكفيك الغير فإن هناك من يكون معه ما لنا والدخل بين الصلاطين يسلمك عند الوثب في حالة احتياجك إليه ولذلك الله عبر عن هؤلاء الفعة بأن لا قيمة لهم الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إياك أن تصدق وأن تثق بإنسان لم يكن متقيا بالله لأنه سيسلمك يوما من الأيام عند الوثبه يقول القرآن الأخلاء يعني الأصدقاء الأصحاب الأخلاء أعداء لبعض إلا المتقين إذا كان الإنسان متق فإن التقوى تمنعه على أن يسلمك عن الخذلان الأمر الثالث عدم التجاوب مع الآخرين بعنوان الإنشغال وهذه فئة من الناس وهم الذين يبررون التقاعس عن نصرة الحق بأننا مشغولون بأننا مضطرون إلى عدم المجيء إحنا عدنا أشغال عدنا أعمال عدنا شيء يخي بأجل الدين اقتطع من وقتك في سبيل الله ولكن يبرر تقاعسه بماذا؟ بأنه مشغول هنا وهناك فيبرر لنفس التخاذل وكم فقدت الناس أشياء كثيرة بسبب جنو تخاذلها عن نصرة الحق لأنهم يبررون لأنفسهم وهذا الذي قاله الإمام علي لقد ملأتم قلبي قيحة ليش ملأتم قلبي قيحة؟ لأنه إذا دعاهم الإمام إلى المقاومة إلى الحرب قالوا الحين حرب بعد ما عدنا عدنا مشاغل إذا البرد قالوا الجو برد انتظر يا أمير المؤمنين حتى يأتي الصيف وإذا قال الصيف قالوا إنه حر انتظر حتى يأتي شنو؟ الشتاء ما نستطيع أن نحارب في مثل هذا الجو مثل هؤلاء الناس لا يمكن الاعتماد عليهم ما يلاحظ على هذه الفئة أنها حتى إحنا نستطيع أن نميز في أي حركة في أي أمر نقدم عليه من نعتمد عليه من نستند عليه أي روح هو مبرر عند فكر التبرير فإن أمثال هؤلاء لا يعتمد عليهم لأن الروح الانهزامية عندهم هي رقم واحد دائما في حالة من الانهزام لأنه ما عنده قوة ما عنده ثبات ولذلك ينقل في التاريخ أن حسان بن ثابت في حرب الخندق تجاوز أحد الكفار من نقطة ضعيفة إلى جئة المخيم النساء إلى ديور النساء فكانت هناك عمة النبي صفية فقالت يا حسان دونك العدو أحسان أسلب الرجل من حقك بعد أن أمارة ما يمكن أن أسلبه قال حتى أسلبه لا أستطيع لما ينجي إلى فئة من الناس لا يمكن أن يعتمد عليهم لا نستطيع أن نقدمهم في مقدمات المسائل الاجتماعية أو السياسية أو أي شيء من الأشياء لأنهم يجبنون الناس يجبنون بعضهم بعض عند روح الانهزام وهؤلاء خطر على الأمة ولذلك فئة قليلة أحيانا تقفز بك إلى الأمام وهناك غثاء كغثاء السيل ما منهم قوة لماذا؟ لأنهم ضعفاء من الداخل مهزومين العمر الثاني عدم الوعي فيما يجب فعله فهو يعيش الضياء ما يعرف يبرر لنفسه الأخطاء يبرر لنفس الأشياء فهو يفقد الوعي فإذا فقد الإنسان الوعي أخذ يبرر لنفسه أخطاءها ولذلك مرارا وتكرارا نقول أن ميزة أبو الفضل العباس أنه ماذا؟ نافذ بصير عدة وعي يعرف أين يضع قدمه يعرف كيف يقاوم حتى حينما خاطبه قال لك الأمان قال لعنك الله ألنا أمان؟ وابنة بنت رسول الله لا أمان له البعض يقول لا ما يخالف خلنا ندخل في أوساطهم ثم أتوسط للحسين هذا الذي لا يدرك أما الإنسان صاحب المواقف الإنسان الشجاع الإنسان البطل الذي يعرف مع من؟ لأن العدو دائما يخلق في الإنسان الضعف والتشويش ولذلك ما أكثر الإنهزاميين في كثير من المواقف مثل منه؟ مثل الخوارج لأنهم فقدوا الوعي بمعنى الحقيقة حينما خدعهم معاوية لا حكم إلا لله وسوف نتكلم أيضا عنهم بصفة أخرى الأمر الثالث أن الإنهزامي أو الشخص الذي يبرر لنفسه دائما تجده متقوقع على ذاته لماذا متقوقع؟ لأنه لا عنده روح الإقدام لا عنده المبادرة ولذلك المجتمع الذي لا يوجد فيه أناس مبادرون هم مجتمع خاوي ولذلك تحيى الأمة برجل واحد يغير المعادلة كاملة واحد ولكن إذا وجد ألف وكل واحد قاعد في بيته ما استفدنا شيء ما تحققنا شيء وهذا الحال الإنهزامي وأولئك المنهزمون أو المبررون دائما يتقاعسون عن التقدم ما نستطيع نسوي شيء نحن أقلية نحن ضعفاء ما بيدني إمكانيات إن تنصر الله ينصركم ولكن التبرير الوهمي يجعل من هؤلاء الفئة في حالة من ماذا؟ من الضياع إلى ما شاء الله الطائفة الثانية أو الفكر الثاني أو بعد أيضا الماديون النظرة المادية في ناس عند تفكير تفكير مادي هو واعي لكن حسابته للأمور حساب رياضيات واحد زاعد واحد كم يساوي غير ما يهمني نظرة مادية والنظرة المادية هي التي تغفل عن حسابات علم الغيب ما يعلم يعني مثلا الرواية تقول ما نقص مال من صدق ادفع صدق الله ينميك أغوي يجي يقول شنون يعني ينميني الله الصدق شنون إذا ما في شي يجيني شنون ينميه أنا راتبي كذا أنا مكافأتي كذا أنا حسابي كذا إذا ما صار كذا بعد نقص شنون ينمو ما علم أن الله يرزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب الإنسان مادي نظرة ضيقة حسابات ضيقة وما علم أن هناك متاجر مع الله كنا نؤمن لكن الإيمان اليقيني الذي يؤمن به اعتقادا ليحزن يسلب الإنسان مثلا ينقل السيد دستغيب رضوان الله عليه في كتاب القصص العجيبة يقول أن هناك تاجر في شيراز إيراني فقد ثروته فما بقى عنده إلا ثلاثة آلاف تومان في ذاك الزمان ثلاثة آلاف يعني ثروة بس هو ملياردير وخسر أمواله فلم يبقى إلا عنده كم ثلاثة آلاف فأخذ يحسب كم ستبقي هذه الثلاثة آلاف فقالت كل ألف سنة بعد ثلاث سنوات أنا أطر أنا أشحت أنا يصير فيه كذا لم يستطع أن يتحمل ما بعد تلك السنوات فانتحر قتل روح مع أنه عند مان لكن النظر الضيق عند الإنسان هي التي تجعله ماذا؟ يعيش الأفق الضيق وكثير من القضايا كثير من القضايا التي نعيشها نحن نعتقد أننا أذكيا ولكن في الواقع لا نؤمن بقدر السماء نعيش الضعف قلة الإيمان الله مثلا يقول إن كانوا فقراء يغنيهم الله من فضله تشوفوا يتحجج شلون الصدقة أشياء كثيرة الإنسان بسبب تطلعه المادي يجعله ضيق الأفق ولم يعلم أن ما يعطي بيده اليمنى يأخذه ماذا؟ باليسرى أضعاف المضاعفة بس الإنسان المادي تفكير حد المادة العمر الآخر أصحاب النظر المادية عندهم قصر النظر يلاحظ الحال الآن شنو راح أجني في حين أن البعيدين النظر الذين يؤمنون بالغيب عندهم عبارة الله أعطانا إياها وعلمنا إياها إن العاقبة معا شنو؟ متقين إذا فعلت أمرا حتى لو لم تحصل على فائدة نتيجتك سيكون معك إذا كنت متقيا من ترك شيئا لله أعطاه الله خيرا مما ترك أحيانا أنت تضطر إلى أمر معين الله يعوضك عن هذا الشيء يعوضك تجي لقم سائغة الآن لأمانة لفقة لاطمئنان أنت تتاجر مع الله الله يعوضك أصحاب النظر المادية ما أسرع أن ينقلبوا وأن يكونوا خاسرين لأنهم لا يؤمنون بالآخرة مثل عمر بن سعد مثل عمر بن سعد عمر بن سعد ما الذي جعله يخسر؟ شنو؟ طمعه في الدنيا وفي الملك واعتقاد أن التوبة لاحق عليها يقول أترك ملك الرأي والرأي وشنو؟ منيتي أنا حكم الرأي منيلي خلقت للحسين شنو المشكلة في قتل الحسين؟ أتوب من تاب تاب الله عليه ولذلك قصر النظر يجعل هؤلاء الفيعة شنو؟ أمرهم محدود الأمر الثالث التفسير الأمور تفسير مادي دائما فلا يؤمنون بشيء غيبي يعطي الإنسان العز والكرامة يعني مثلا هناك شيء يمكن أن يخسره الإنسان لكن الشيء الذي لا يخسره هو ماذا؟ هو الكرامة هو العزة يمكن الإنسان أن يفقد وظيفة لكن ما يفقد دين ومبدأه الآخرين قد يتصورون أني أنا إذا خسرت هذا شيء بعد خسرت لكن من يعمل ويعتقد أن هناك وراء هذه الدنيا شيئا آخر أو أن الله سيعوضه تجده لا يكون قصير النظر ولا يفسر الأمور تفسيرا شنو؟ ماديا ولذلك بعض الناس يقولون ليش الحسين قتل نفسه؟ ليش؟ يمكن أن يبقى في المدينة هو مو يريد يصلح في أمة جده يمكن أن يبقى في المدينة ويمكن أن يصحح وينصح الناس ويستمعون من ويستفيدون من من فائدة في قتل الحسين؟ شنو الفائدة؟ تفسيرهم تفسير شنو؟ مادي ولكن إذا أرادنا أن نعرف من المنتصر نعرفه بماذا كما قال ذلك الرجل للإمام زين العابدين من الذي انتصر أبوك أم يزيد؟ قال إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر فستعلم من هو المنتصر يزيد يريد أن يحول الناس إلى ظلال والحسين بإسمه ارتفع التوحيد ولذلك الانتصار بالوجود الروحاني النقطة الثالثة أو الطائفة الثالثة هو الفكر الرجعي عدنا فكر فكر شنو؟ رجعي وهؤلاء الذين لا يقبلون أن يجددوا في حياتهم إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على أثرهم لا مقتدون ما يريد أن يغير لا يريد أن يبدل فتجده يرفض كل عمر جديد حتى لو كان في مصلحته هذا العمر الثاني عدم الاطلاع على مصادر مختلفة الفكر الرجعي الثالث أنه لا يقبل الأشياء التي تقود به لأنه يعيش فكرا شنو؟ رجعية عدنا الفكر الرجعي وعدنا الفكر القشري عندنا أمران الأمر الأول الناس الرجعيين وعدنا أيضا فكر شنو؟ القشري هؤلاء القشريون هؤلاء القشريون الذين ينظرون إلى الأشياء بظواهر جوفاء وهؤلاء خطر في الأمة الفكر القشري خطر شنو؟ على الأمة مثل الفكر الرجعي مثل الفكر المادي مثل الفكر التبريري ليش؟ لأن الفكر القشري ينظر إلى قشور الأمور ويترك الأصول مثلا بما أننا في عيام كربلا يجي يسأل لون جواد الحسين شنو كان؟ سيف العباس شنو شقد طوله؟ اشدخلنا بسيف العباس؟ ولون حصان الحسين شنو؟ نحن نريد القضية والجوهر لننشغل أن بني هاشم شنون كانوا يقدمون الطعام في يوم عاشور بأي إناء بالفخار أو غير الفخار فينشغل الناس عن الجوهر بماذا؟ بالقشور وهذا كارثة في الأمة أيضا كثير من المواقف التي نعيشها نحن في حياتنا بسبب الأفكار القشرية تمنع الإنسان عن التقدم والرقي لإنحصاره بأفكار قشرية يجي ينظر إلى الأمور بنظرة سطحية مثل الخوارج الخوارج نظر إلى ظاهر الكلام لكن حقيقته لا يلتفتون إليه كلمة حق يراد بها باطل لكن يعمش عليهم يضلل عليهم وهنا العبارات التي اتخذها الآخرون غير الحقائق التي علمنا أهل البيت بها الإنسان التفكير القشري بعض سوف نتكلم إن شاء الله فيما بع البعض عنده تصور للدين تصور ساذج الفهم الدين فهم خاطئ ورح نتكلم عن مثلا عدنا في الروايات أن العبادة المستحبة من صيام وصلاة وغيرها لا تجوز للمرأة إلا إذا أذن أذن لها زوجها الله يقول لها أنا أنت شنو تبين ماذا تريدين تريدين أن تتقربي إلي تريدين أن تطيعين الله بالصيام والعبادة أنا طاعتي أن تطيعي زوجك بعد ما يحتاج تصليين ركعة وتصومين النهار إذا كان الزوج غير معارض ما يكون مشكلة خدمة الزوج عبادة لا يقتضي الإنسان أنه من أجل شيء يضيع الشيء الأكبر وكثير من المشاكل تصير ولذلك وردت في الرواية إمرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولذكره صلى على محمد الله صلى على محمد الله صلي على محمد الله صلي على محمد أنه جاءت امرأة إلى رسول الله قال لها لعلك من المتبتلات قالت وما المتبتلات قالت التي يريدها زوجها فتنام مضمون الرواية فتنام حتى أو تصلي حتى ينام تقعد تصلي زوجها يريدها ويقعد مسك المسبحة وتصلي طبعا هذا فعه جيد لكن هذا فكر قشري يقول النبي لعنها الله ليش؟ لأن هناك أولويات في قسم آخر يرى أن الدين تحجر العبادة تحجر التقوى تحجر أيضا هذا نظر قشرية إنما الدين يسر وليس بعسر إنما يريد الله بكم يسر الدين يسر ولكن النفس إذا ثقل عليها الأمر عقدت المسال وقالت الدين مصعب والدين 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 فتهرب من الدين بأفكار قشرية لا قيمة لها كما أن من هذا الجانب موجود كذلك في هذا الجانب آخر الأمر الثاني أنه يحاول أن يوصل كل شيء أو أن يصف كل شيء على نحو القدر مثلا من الفكر القشري أحيانا الإنسان يقع بفعله ولكن هو يقول بعد قضاء قدر الله شاء الله أراد هذا الشيء الله لم يرد الله سن قوانينا ولن تجد لسنة الله تبديل في الرواية أن موسى عليه السلام قال لله يا رب إن الناس غير راضين عني يتكلمون عليه فأرضي الناس علي حتى أستطيع شنو أن أدعوهما إلى دينك فقال يا موسى أولناس راضين عن ربك قال لا قال كيف أعطيك ما لم أعطي نفسي قوانين تكوينية الله سن قوانين يجب أن نحفظها من جد وجد الغرب ليس أفضل من عندنا لكن عمل بسنان التكوين ونمنع بمبررات ظاهرية القسم الآخر أو الطائفة الأخرى هي الفكر الرسالي الأمة الرسالية والأمة الرسالية هي التي تكون لديها مبدأ وقيم عدها مبدأ عدها رسالة عدها هدف وهذا الهدف هدفا سماويا الصفة الثالثة أنهم يضحون من أجل هذا الهدف الصفة الرسالية ثلاثة أشياء يملك مبدأ ومبدأه سماوي ويضحي لذلك المبدأ هؤلاء هم الذي يقام عليهم الأمم وهم الذين يصنعون المعاجز في كل أمة طبعا كما أننا عندنا الرساليين أو عندنا الرساليون أيضا بالمقابل يوجد الانهزاميون الانهزاميون ضدان للناس الرساليين فدائما يحاولون أن يحبطون دائما يضعفون دائما لا يفعلون شيء بخلاف الناس الرساليين الذين يفكرون في المستقبل أعر الله جمجمتك وانظر إلى أقصى القوم نحن اليوم قلة لكن غدا سنكون كثرة ماذا أعددنا للموجودات المستقبل الكثرة نبقى على وضعنا نخطط للمستقبل وناس يحملون هدف رسالي هذا الهدف الرسالي إذا كان مرتبطا بالسماء الله أيده وسدده وحفظه وهذا الهدف الرسالي هناك تضحي له نأتي إلى مثل لطيف ذكره القرآن لقوم جالوت ما قال لهم الله كانوا عطشا قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني إلا من غرف غرفة منه سؤال نطرح التسائل وندخل كربل هؤلاء جنود الله مع جالوت مع نبي ذهبوا للقتال أصابهم العطش قالوا لله لنبيهم نريد ماء سنهلك من العطش قال فدع الله قال إن الله سيجعل في طريقكم نهر إن الله مبتليكم يعني امتحان نشوف منكم الصابر بنهر فمن شرب من فليس مني يا رب ليش ما نشرب إحنا نريد نقاتل قال إلا من اخترف غرفة الذي شرب أكثر الناس والذي لم يشرب إلا القلة هؤلاء القلة هم الذين ثبتوا في الميدان الله يعرف والله العالم أن لذلك النار خصوصية ربما تسبب في الجسم نوعا من الخمول أو الضعف أو شيء من الأشياء الله أعلم بخصوصية ذلك النار لكن ذلك النهر له آثار على الإنسان بأن يقتل عزيمته يقول لك المراد منك أن تشرب أن تبع عن عطشك ولكن لا ترتوي بحيث تهدأ في الميدان وتستريح وتستقر وتهدأ إن الله مبتليكم بنهر كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله هؤلاء هم الذين لم يشربوا من الماء إلا قليلا استجابوا لنداء الله ومن أعظم الناس الرساليين الذي يضرب بهم المثل في التاريخ هم أبطال لكربلا أصحاب مبادع أصحاب قيم ضحوا بكل ما يملكون من أجل إقامة الدين من أجل نصرة من؟ الحسين سلام الله واليوم يوم الأصحاب يعني اليوم يومنا كل واحد مننا في هذه الأبطال يشوف روحه في أي واحد منه في حبيب في مسلم ابن عوسجة في القاين في الحار من هو الذي يمثل شخصيتك؟ واليوم إحنا يوم البطولة ويوم التضحيات ينقل التاريخ إن في مثل الأجواء المضطربة اللي كل واحد يبرر الخنوع والكسل لنفسه وإذا بالكتاب رسول من الحسين يصل إلى حبيب بن مباهر يطرق الباب من بالباب؟ رسول الحسين الله 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 يا الله يا الله يا الله بكرة يجي صاحب الزمان ويرسل لنا الخطاب يا فلان ابن فلان دعوتك لنصرتي شنه ردنا؟ شنه جوابنا؟ هنا يجي الكلام يأتي الجواب إلى هذا الرسول أنه يخاطب حبيب يرى حبيب الخطاب يقرأه يقبله ثم تسمع زوجته اسم الحسين هنا دور المرأة الصالحة تسمع زوجته شنه؟ اسم الحسين قالت من بالباب؟ قال رسول الحسين قال وماذا يريد رسول الحسين؟ قال يدعوني إلى نصرته تهلل وجهها قالت يا حبيب وماذا قلت للرسول؟ يريد يختبر أي فئة هي؟ أي صنف هي من النساء؟ المجبنة؟ أو الرسالية؟ قالت قال لها لقد اعتذرت من الحسين لماذا اعتذرت؟ قال أخفت أن تترملين أخفت على عيالي أن يتيتمون فأخذت المرأة تبكي وتصيح تقول وفضيحته وخجلتاه من رسول الله ما هذا الكلام يا حبيب؟ أي قول تقول دعنا نترمى دع أطفالك يتيتمون ولا تترك نصرة الحسين هيهات أن تترك نصرة الحسين إذا كنت يا حبيب على ما أنت عليه وعازم أن لا تنصر الحسين فاعطني عمامتك وخذ مقنعتي إنت ما تريد تنصر الحسين؟ خذ مقنعتي وغطائي واجعلني أذهب مكانك يا ماذا يا حبيب؟ وقعد تنتخي وتخمش للخدود مفرعة إن كان ما تنهض بهم وتصل ذي تلمع معاه جيب العمامة يا ابن عمي وخذ هاي المقن وظل حبيبي عين لها وغصب هالت دمعته صاح ما يحتاج هالنخوات بطل من الحني ليش ليش يا أمت الله قال أنا عبد بن الرسول عبد عمير المؤمنين أجركم الله أخذ حبيب جواده خلاص عزم ودعاها زوجته وعيانه وأراد أن ينصرف أمر عبد من عبيده أن يهيئ جواده خلف البساتين حتى ما يستهدف إجا أحد أبناء عمومة حبيب أحد الجواسيس قال يا هذا سمعنا أن رسول الحسين قد جاء إليك فماذا قلت؟ قال وما لي والحسين أنا رجل كبير لا أستطيع أن أتغف جزاه خيرا وما أن ذهب ذلك الناموس والجاسوس حتى تخطى حبيب البساتين وقد أوصى عبده أن ينظر انتظارا له يهيئ الفرس وإذا بالعبد يخاطب الفرس قاعد يتأخر الحسين الساعة تأخرت متى يذهب إلى كربلا فأخذ يخاطب الجواد وقال يا جواد لأن لم يأتي عمي حبيب لأركبن صهوتك وأنصر الحسين أنا بعد ما علي من حبيب أترك نصرة الحسين لأن تأخر لأصلون ذلك الجواد وأذهب حبيب سمع ذلك فبكت عينه وقالت حتى العبيد يتمنون نصرتك يا أبا عبد الله آجركم الله اجي حبيب إلى العاب قال اذهب أنت حرا شنو أنت حرا في وجه الله فقال ما أنصفتني يا عمي حبيب أتذهب إلى الجنة وأنا أبقى في هذه الدنيا قال ماذا تريد قال تأخذني إلى نصرة الحسين الله 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 أين المنادي وحسين ومظلومة آجركم الله بينما هو كذلك وإذا الحسين بين أصحابه يوزع الرايات بقت رايا من الرايات كل واحد يقول له الحسين من علي بهذا الرايات قال أنت أهلا لها ولكن سيأتي من يكون صاحبها آجركم الله ما هي إلا والغبر جاءت من الكوفة ثم قال الحسين قد جاء صاحبها تلقوه محل ذيك الشمايين يوم طب كرب وطلع عباس البطال أولاده واخوه يستقل مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل أهلا وصل مستبشر لبوسكنا وتناول رايت آجركم الله ما إن وصل إلى الحسين حتى قبل الأرض التي أمام الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا إمامي سلم عليه الحسين تهللت وجوه الأصحاب بمقدم حبيب وما أدراك ما حبيب الذي عبر عنه الحسين أنه فقيه هذا الفقيه العلم إجاء إليه النبي صلى الله عليه في هذه الضجة سمعت زينب ما الخبار ماذا هناك ما الذي يجري ما الذي يقع في الميدان قال إن عمي حبيب قد جاء اتهلل وجه زينب آه لوجدك يا زينب يا زينب تخيل زينب سلام الله عليها وهي ترى هذا الوضع الإنسان في حالة من الاضطراب يريد النصر فكلهم في حالة من القلة قالت من القادم لعلي الأكبر قال إنه عمي حبيب حبيب وما أدراك قالت زينب أبلغ حبيب عني السلام الله يا حبيب زينب بنت علي تسلم على حبيب إجي علي الأكبر قال عم حبيب قال فداك عمك قال إن عمتي زينب تسلم علي ما إن سمع اسمه زينب حتى حف التراب على رأسه وهو ينادي وزينب همني نانو تسلم علي بنت المرتضى حام الحمي علي أنتي يا بنت حيدر تسلمين ولكم خادم حف وفاق راس ذب هين تراب أجركم الله يا شيعة الحسين قال حبيب للحسين إئذن لي أن أسلم على زينب إجي عند الخيم وقف عند الخيم مع حبيب مع حبيب وأحبيب وأحبيب السلام عليكم يا بنت رسول الله من كل قلب أنت عند باب خيمة زينب عند باب خيمة زينب وزينب تراك مع حبيب على زينب تسلم علينا السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا زينب قالت وعليك السلام يا عم يا حبيب حبيب رادي أخذ بخاطر زينب قال لها يا زينب سأحدثك يريد يسكن خاطر يقول لها يا زينب لقد حدثني أبوك ما يقع عليك من الساب والقات وكأن برأسي مقطوع ويلعب به الخيل قالت حدثني أخي الحسين بماذا تواصي زينب آجركم الله هكذا قالت له زينب عمي يا حبيب لا تنقصر في نصرة الحسين قال لها لأن عملك عين يا زينب إجي اليوم العاشر وإذا بن سعد عليه لعنة الله يرمي القوم الحسين بالنبال ويقول اشهدوني أني أول من رميت سهم اجي الحسين إلى أصحابه وقال لهم هذا قبل أن يعتي في مثل هذا اليوم لما قبل الاشتداد قبل أن يرمي ابن سعد اجي الحر يزيد رح يقول لابن سعد أو مقاتل أنت الرجل قال نعم وأيسر منه أن تطير فيه الرؤوس وتقطع فيه الأيدي يقول ثم التفت إلى من بجانبه قال أسقيت فرس كماء قل لا ولكن وجدت زيد بن يزيد الريح يرتجف قال لو قل لي من أبطل الناس أو أشجع الناس في الكوف لما عدوتك ما بالك يقول فقلت لعله يريد أن ينزوي شيئا شيئا ذهب إلى معسكر الحسين سلام الله اجي الحر واحنا مع الحر ندخل عند الحسين اليوم كلها دخلات على الحسين ما نبي نطلع من هذا المجلس إلا واخذنا من الحسين أمان ما نريد نطلع من هذا المجلس إلا وقد أعطانا الحسين أمانا وضمانا يوم القيامة اجي الحر اجي الحر اجي الحر مع الحر وصل إلى مخيم الحسين تأطى رأسه أخذ عمامته واثقها ثم جاء يزحف إلى إلى الحسين سلام الله فقال السلام عليك يا ابن رسول الله ألي توبى أنا من جعجعت بك يا أبا عبد الله أنا من أوقفتك في هذا الموقف أنا من فعلت كذا وكذا فهل لي موهل هل لي توبى يا ابن رسول الله مع الحور مع الحور بإسم الحسين نتوب بشفاعة الحسين يا وجيهان عند الله اشفى لنا يا الله يا الله يا وجيهان نريد صوت تاعب من القلب يا وجيهان يا وجيهان عند الله يا ابن رسول الله إن توجهنا وستجفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا وجيهان عند الله اشفى لنا عجركم الله قال له الحسين انتم تتعب الله عليك ما إن جاءت رسل القوم حتى قال للحسين ائذن لي بالبراد فأنا أول من وأوقفك فأريد أول من يستشد بين يديك آجركم الله ذهب الأصحاب صاحب انتل وآخر وهم يفدون الحسين بأنفسهم ثم ذقتل الحور إجا مسلم بن عوسجة وهو في حالة الرمق الأخير يأتيه حبيب يقول لو هنيعا لك بالجنة ولولا عني أخلفك بالأذر لح أحببت أن توصيني ثم يلتفت مسلم بن عوسجة إلى الحسين ويشير بيدك يقول بلى لدي وصية قال ما وصيتك قالها الله الله في الغريب أين المنادي وحسينه أين المنادي وإمامه ثم مات في حساعته قال الحسين أوصيت بنا حيا وميتا رحمك الله يا مسلم آجركم الله قاتل مسلم قتالا قاتل حبيب قتال الأبطال حتى غلبه من كل جهة فإذا به يصاب بسام وسيف حتى وقع حبيب مضرجا بدمه فبان الإنكسار في وجه الحسين أين المنادي وحسين عجاه حسين ودم مسفوح وعاين بارقة على الأرض مطروح هي جذب وأنه من غاءه آبت الروح سدر عنه دمع العين منثور ثم التفت إلى أصحابه الحسين وهو يكفكف دمعه يقول يا حبيب يا مسلم بن عوسجة يا برير يا فلان ويا فلان ما لي أدعوكم فلا تتيبون أم قضى عليكم الريب الملون قضى وحق عليهم دون نخيا ولا خلوا خوات حسين لما طاحوا تفايا منه منها تهوى مثل ما هو النجم منها هواه ما بين مقطوع وريد وقطع راسه ومنقطع عيد أجركم الله أين المنادي وحسين أين المنادي ومظلومة ركب مهر وتعن حسين ركب مهر وتعن حسين لقاها بس جسس ومسل بيها لقاها بس جسس ومسل بيها صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسب عند الله واصبر قال احتسب عند الله واصبر يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله إلهي بحق الغريب في كربلا بحق نبيك نبي الرحمة محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين اللهم اقضي حوائجنا يا الله لاستجابة الدعاء ولقضاء الحوائج خمس مرات أمن يجيب المطر بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المطر إذا دعاه يشبسه أمن يجيب المطر إذا دعاه يشبسه أمن يجيب المطر إذا دعاه يشبسه أمن يجيب المطر إذا دعاه أمن يجيب أمن يجيب إذا دعاه يشبسه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بحرمة محمد يا الله تقبل اللهم عنا يا الله في سؤال بالأمس من قبل النساء قبل العزاء نطرح هذا السؤال ونجيب عليه باختصار السؤال يقول عندما خرج الإمام الحسين من المدينة متوجها نحو مكة وهو يتلو هذه الآية فخرج منها خائفا يترقبوا قال ربي نجني من القوم الظالمين السؤال ما هو الخوف الذي يقصده الإمام الحسين عليه السلام وعلى ماذا كان خائفا وهل هناك خوف مذموم وخوف ممدوح أو خوفا ممدوح الجواب كالتالي أهل البيت سلام الله عليهم لا يخافون بالخوف الذي يعبر عنه الجب وإنما الخوف على المقدسات وأن الإمام الحسين خروجه من مكة حفاظا على مقدسات مكة المكرم الأمر الثاني كما أن أهل البيت حينما يبكون في واقعة معركة كربلا أن ينقل أن الحسين بكى مثلا أو كف كف دموعا البعض يتصور أن هذا من باب الضعف أن الحسين شنون انصور أنه بكى من باب الحسين لا يبكي ضعفا ولذلك لما زينب سألة الحسين لما تبكي ابن رسول الله قال أبكي بسبب هؤلاء الذين يدخلون النار بسبب يقتلوني ولأن الحسين رحمة الله حاله كحال جد عزيز عليهما عن التم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن قلب النبي وقلب الحسين هو خوفه على أمته من الضياع لأنه حينما جاء النداء لرسول الله أنهلك قومك قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وكان يدعو لهم بالهداية مع أنه يعلم أن بعضهم لا يصل إلى الدعوة ولكن لأن مصدره الرحمة بكاء المعصوم كحال طبيعية ولكن البكاء المذموم هو الذي يكون من باب الانكسار والضعف إذا واحد مثلا مصيبة يعني حينما يرى الحسين ولده يقطع طفله الرضيع من الوريد لوريد الحسين مو جماد الحسين إنسان أب فإذا ورده ويرى ولده بهذه الحالة فإنه يبكي عاطفيا لولده ولكن بكاءه لا من باب الخوف من الأعداء وليس ضعفا ولذلك أهل الجيش بني سعد يقول لم نرى رجلا مكثولا منه أصبروا جأشا منه قوة البعث فهو قوي لا شجاع ثابت في الميدان ليس خائفا والخوف الذي ذكره هو الخوف على الأمة عن الضياء وأشار إليه استدلالا كخروج موسى خائفا يتكتب لما إيجى موسى لما الله أمره بالدعوة قال إني قتلت نفسا فأخاف أني أنا أريد أن أؤدي الرسالة ولكن أخاف لا يسمعون لأني أنا فعلت أمرا بالنسبة لهم مشينة في نظرهم فلذلك قال واشتد لي بأخي وزيرا وزيرا وغير ذلك من باب الدعم من هنا نفهم نقطتين أن بعض الإشكالات الواردة على واقعة كربلاء الظاهرية هي بخلاف شنو الواقع فإن الحسين شجاع لم يخف ولم يصيبه حتى البكاء الذي يبكي هو بكاء طبيعي وليس بكاء شنو ذنب يعني مثلا أضرب مثال ونختم حتى نخلي مجلس العذاب لو جاء شخص يقتل واحد تشوفون في الأفلام والواقع الخارجي لما يجي واحد يقتله يقوم يرتجف أرجوك أرجوك لا تقتلني صحيح لو لا البعض يعيش هذا الضعف هذا هو الضعف هذا هو الشيء المذموم أما إذا وقف في الميدان وحيدا ثابتا يعلم خطاه ويعلم أين يكون ويعلم نتيجته إذن هو لا يخاف الخوفا مذموم بل خوفا مشفقا على أهله أسأل الله لي ولكم التوفيق أي أحد عنده سؤال بعد المحاضرة نجاوب عليه ويليك يصير مكتوب حتى يستفيد الجميع وصلى الله على محمد وعالي محمد شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر